الحمد لله رب العالمين تفضل على عباده بأن أنزل عليهم الكتاب العظيم وأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فيهما من الأخلاق العالية والصفات الجميلة ما تحرص النفوس على أن تكون متصفة به ومما جاءت به الشريعة مراعاة أحوال العباد الذين تمر بهم ظروف خاصة ومن ذلك ما يتعلق بالأمراض التي تصل إلى بعض الناس فإن المرض أمر يحتاج معه الإنسان إلى شيء من الترخيص ومن العناية التي يكون لها أثرها على نفسه ولذا جاءت الشريعة بالتخفيف على المرضى كما في قوله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وكما قال تعالى ولا جناح عليكم إن كنتم مرضى أو على سفر أن تضعوا أسلحتكم وقد جاءت الشريعة أيضا بمشروعية معالجة المرضى ومتابعة أحوالهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أسباب التداوي ويحث أصحابه على ذلك فقال عباد الله تداووا فإنه ما من دائن إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المرضى ليكون ذلك أنسا لقلوبهم وتخفيفا عليهم وسببا من أسباب تواصل المجتمع وقد قال صلى الله عليه وسلم من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وكان مما قال له أسلم فأسلم وفي رواية أن الصبي التفت إلى والده وكأنه يستأمره في ذلك فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطعب القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار شكرا